هل ليها أي تأثير على كبار السن من الناحية النفسية؟ طبعاً وصحك أنا هتستعجب من اللي أنا هقوله إليه تأثيرها إيجابي جداً بقى على كبار السن فعلاً؟ كبار السن ساعات بعضهم بيعاني من عدم قدرة على التحرك بسهولة عدم قدرة على النزول عدم قدرة على التواصل مع الآخرين فديدتهم وسيلة للتواصل لم تكن موجودة قبل ذلك وسيلة لتنشيط جهازهم العصبي لم تكن موجودة قبل ذلك وكأنها بديل عن الأسر الكبيرة اللي كانت موجودة زمان زمان كان بيبقى بيت عيلة كبير والجدة والجدة كل الناس بتطلع تسلم معاهم وتقعد معاهم فده كان بيعمل لهم نوع من التنبيه والإصارة لجهازهم العصبي دلوقتي طبعاً تعقدات الحياة ما بقتش كده خالص مفهوم طبعاً فإيه اللي بيعوضه؟ إنه يدخل على السوشيال ميديا يتواصل عارف حكي الفيديو كول مع حفيدي دي بالنسبة لواحد كبير السن أو كبيرة السن لكن يديته مخدرات حاجة بتساعده وتدينه نشوة غير عادية بتخليه مخه مسحسح طول الوقت إنه يصحى الصبح يبعد صباح الخير لجميع أفراد العائلة ده نشاط أصبح حاجة مهمة جداً لكبار السن فهي لكبار السن شيء جميل جداً وهم هنا قادرين على الحكم المحتوى بقى عكس الأطفال فبيشوف الحاجة اللي هي بتعجبه وبيشوف الحاجة اللي بتعمله تنبيه